من رحب حضراتكم مرة تانية الحقيقة أنه العالم كله مهتم بموضوع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة بقيمة نصف المية اللي حصل كمان بعد القرار ده مباشرة بأنه عدد من البنوك المركزية هي كمان رفعت الفايدة عشان تواجه أزمة التضخم العالمية الوسطة لمستويات قياسية في الولايات المتحدة وفي دول أوروبا وبطبيعة الحال أثرت على معظم دول العالم خلينا نفكك المشهد الاقتصادي عالميا مع حضراتكم نعرف إيه الإجراءات اللي هي علاقة بالتضخم وإزاي الاقتصاديات النشئة تقدر تتعامل معها مع دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد اللي نوارنا في الاستوديو صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير طيب احنا بنقرأ في الأخبار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة ده أثر على أو قرار ده كانت لي بعدها تتوالى بعدها القرارات في بنوك مختلفة كمان بنوك مركزية في مختلف دول العالم بأنها كمان رفعت سعر الفايدة عايزين نعرف من حضرتك يا فندم هذا القرار إيه الأسباب اللي خلت البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع أو يلجأ لهذه يرفع دين هو يرفع الفايدة عايزينك حضرتك تشرح لنا المشهد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حديث الساعة وكل الأوساط تتحدث فيه ألا هو رفع سعر الفايدة الأمريكي طبعا يعني إحنا باختصار كان دائما يعني عهدنا للفايدرالي الأمريكي أن يعني سعر الفايدة بتاعه بيكون متخافة دون السفر وبالتالي يعني أنه بيعتبر رفع الفايدة الأمريكية ده حدث بيأثر فيه اقتصادات دول العالم برضو للإضاحة الفايدرالي الأمريكي يمكن مش أول مرة يرفع مرة عملها في 2018 في بداية 2018 وحدثت أزمة شبيهة بالأزمة دي يعني حدث بعدما ارتفع سعر الفايدة الأمريكي في 2018 خرجت الأموال الساخنة من الأسواق النشأة كلها وحصلت أزمة ساعتها سموها أزمة الأسواق النشأة لكني ممكن محدش تتكلم عنها كتير وكده وقانت مصر من ضمن الدول اللي تضررت برضو ساعتها وعدت الأزمة علينا بسلام وقدرت المركز المصري وقدرت الدول المصري توفر موارد أجنبية وتغطي الفجوة وعدت علينا الأزمة وكمان أيضا يعني كنت أعزة أضح أن يعني سعر الفايدة الأمريكي بيقول لما بيزيد عن الدولار ده بيخلي العائد على الدولار بيزيد عشان كده ليه الأموال الساخنة بتخرج من أسواق النشأة اللي بتستزمر فيه أدوات الدين لأنه بيبقى فيه عائد على الدولار بمقدار الفايدة ده اللي هو زاد عليه وبالتالي بتبتدي تهرب أو تخرج وحضر كم تكلم توضح برضو لأستاذ المشاهدين إيه هي الأموال الساخنة الأموال الساخنة ده اللي بنقول عليها الاستثمارات الغير مباشرة يعني إحنا بنيجي نفرق بالنوعين من الاستثمارات بنقول الاستثمار المباشر والاستثمار الغير مباشر في البعض ميقلل من قيمة الاستثمارات الغير مباشرة هما الاتنين مهمين ولكن بنقول عليها الاستثمارات الأموال الساخنة للأموال السريعة اللي بتخش سريع ما بتباش يعني محتاجة يعني إجراءات أو بتبا مش محتاجة مجهود كبير بأننا عليها استثمارات سريعة بتبا غالبا لأما في الأسهم أو في السندات وزون الخزانة يعني في أسواق المال عشان كده احنا دايما بنأكد على أهمية أسواق المال في أي دولة خاصة الأسواق النشأة أنها بتبقى مصدر من مصادر التمويل فأنت بتجذب لك أموال سخنة أو بتجذب لك عملة أجنبية ممكن توصل عشرات المليارات من الدولارات فبتبقى مهمة لكن هي بيعاب عليها أو من أثارها السلبية أن هي ممكن تبقى سريعة الخروج في الأزمات اللي زي كده لكن استثمارات المباشرة اللي اللي نقول عليها استثمارات على الأرض بتعمل بها مصانع وتعمل بها شركات بيبقى لها عقارات ومباني وأصول فدي بنقول عليها استثمارات طويلة الأجل لكن الاستثمارات الغير مباشر هو بيبقى استثمارات قصيرة الأجل وبتبقى داعم يعني بجانب الاستثمارات المباشرة الاستثمار الغير مباشر بيبقى داعم وموجود وبيعمل سيولة في النقد الأجنبي هو مهم فهم الاتنين مهمين يعني أقدرش أقل من إيمد ده على حساب ده وهما الاتنين بيكون مهمين للاتصاد ومن يعني الدول برضو النكحة والدول المهمة بالنسبة لها أن هي لازم تكون تهتم برضو بالاستثمارات غير مباشرة وتحاول تهيئ أسواء المال لها أن تكون مصدر لجذب تلك الأموال أنا قلت بتوبة يعني الأموال دي ممكن تخش في سورة أسهم لذلك نحن بنقول أهمية تطوير البورصة المصرية وأسهم المصرية علشان توبة مصدر لجذب أنا عايز أقول مثلا أن البورصة المصرية في سنة 2004 و2005 كانت مصدر لجذب الأموال السخنة في الأسهم فالاستثمار في الأسهم بتوبة حاجة جيدة طبعا بالذات لو جذبت أموال أجنبية وسنضيق الاستثمار العالمية جات واستثمار بتوبة حاجة مهمة جدا بالنسبة للقصدات طيب حضرتك قلت أنه في 2018 كان فيه أزمة مماثلة بالنسبة لي رؤوس الأموال السخنة ورافة سعر الفايدة بالنسبة للفيدرال الأمريكي فطبعا اتأثرنا بكل تأكيد لكن قدرنا أن نتعافى سريعا عملنا إيه وهل دا ينفع اتكرر تاني في هذا التوقيت؟ يعني أي حاجة طبعا ممكنة لكن طبعا هو الظروف مختلفة دلوقتي لحد ما ولكن كان ساعتها طبعا أنا عايز أقول أن ساعتها الأصول الأجنبية انخفضت جدا برضو ساعتها وصلت بالسالب برضو ولكن احنا قدرنا مع بداية عام 2019 نغطي الفجوة التمولية بالعملات الصعبة وساعتها كانت السياحة تحسنت يعني كانت الأمور ماشية كويس في العالم طبعا الوضع دلوقتي مختلف ولكن لا تزال طبعا الدولة المصرية قادرة أنها تتعامل مع أي أزمة الحالة برضو أنا يعني اللي أنا كنت عايز أعلق عليه برضو حالة اللغة الموجودة في المتدولين بيتكلموا عن الفايدة المصرية هتزيد أو هتقل أو سعر الدولار هيزيد ويوصل كام ده برضو دي إشعات يعني أنت ممكن سعر الدولار يزيد نتيجة الإشعات مش نتيجة ارتفاع الفايدة الأمريكية الإشعات دي بتأثر جدا طبعا لأنك انت ممكن يعمل نوع من المضاربات فالحتة دي برضو يجب أن يأخذ بعض يأخذ هزر نحن شايفين ما شاء الله كل الناس على سوشيال ميدي يبقى محللين اقتصادية ما هو بالفعل أن الموضوع ده استغربت فيه أنه هو كلام كتير عن سعر الدولار أنه هيزيد ويوصل عشرين وواحد وعشرين ونشتريه طبعا المواطن العادي مفروض ما يشتريش درار يعمل به الدولار ده مش وسيلة مش استصمار الدولار ده فقط وسيلة للتعامل لكن غير مصرح أنك تتضربه أو تشتريه والكلام ده لا يجوز أنك تتعامل مع الدولار كأنه سلعة هو ليس سلعة هو وسيلة للتبادل وهو مخزن للقيمة هو عملة نقضية زي وزي أي عملة ولكن حتة أنك يبتد يتدول وسط الناس أنه ممكن نشير الدولار وأنه يغلق طبعا الكلام ده خطأ ومن حتة أنه نقول برضو أنه الدولار هيزيد وأنه يزيد محدش يقدر يتكلم في حاجة زي كده أنه يبقى فيه عرضة للعرض والطلب ولكن طبعا عندنا الاحتياط النقضي بيزيد لسلعنا الأساسية فترة تخطيطنا للمنتجات والسلع الأساسية اللي بنستوردها متغطي لفترات كبيرة فده معناه وسيلة أمان معناه عندنا وفر من الدولارات يكفينا في الفترة اللي جاية عندنا كمان نقول تاني الاستثمارات الخليجية زادت في الفترة الأخيرة وشايفين برضو أن الاستثمارات الخليجية مهمة جدا والعربية في الفترة دي ليه؟ لأن طبعا بنون العالم كله بمر بأزمة فمع ارتفاع أسعار البترول وارتفاع التضخم هنبتدي نشوف فيها المتضررين أو الخاسرين والرابحين المتخاسرين دول العالم الرابحين باستثناء الدول المصدرة للبترول دول الخليج هي على رأس دول العالم المستفيدة من كده فتبتدي نتيجة تلك الأزمة تحقق أرباح كبيرة أرباح خيالية فسعر البرميل بأزاد الضحف تقريبا وبالتالي ده بيبالين عكاساته على أنه بعندهم فوائد مالية فممكن يبتدوا يستثمروها نقطة تاني برضو مع الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاستها الغرب والغرب السعاري الأمريكي والغربي في فرض عقوبات على أمريكا وعفوا على الروسيا وأنهما بدأوا يعملوا نوع حجز أو نقول عليه الأموال أو الاستثمارات الروسية اللي موجودة في الدول الغربية أنها بدأت نوعية تعمل عليها حجز عليها أو تقييدها فده تعطبا إشارة غير جيدة لسوق الاستثمار طبعا يعني مفروض أننا نعرف أن ده إشارة غير جيدة جدا وأنه هو عرضا يبقى كده معناه أن الدول الغربية اللي بتنتهج منهج السوق الحر وخلافه وعرضا أنها في أي اختلاف اقتصادي مع دولة أو اختلاف سياسي تعمل عليها حجز على أموال تلك الدول فبالتالي هنا ممكن نشوف أن مع المفاوضات والتعاونات الجيدة مع دول الخليج يبتدوا يستثمروا في دولة زي مصر ويبقى الاستثمار بالنسبة لهم في مصر العائد بتاعه أفضل ويبقى أكثر أمنا للاستثمارات الخليجية فده تعتبر أيضا من العوامل المهمة كمان طبعا يعني علشان إحنا الدولار بنحتاج وليه بنحتاج وعلشان إحنا بنستورد السلع والمنتجات الأساسية ولكن كان عندنا حاجتين سلع ومنتجات أساسية بنستوردها وسلع ومنتجات غير أساسية وطرفيهية وكمالية بنستوردها فحصل نوع من أنواع ترشيد الوردات بقى أكثر من سنة ولا حاجة نتكلم في ترشيد الوردات طبعا فيه مش قيود على الوردات ولكن ترشيدها الحاجة المهمة إحنا بنستوردها سلع أدوية سلع غزائية أساسية سلع استثمارية سلع نصف مصنعة بتخش في صناعة وفيه قوائم دايما بتعملها وزارة الصناعة عشان تصنع المنتج عندنا بالفعل وده بنقول عليها وقت الأزمات اللي زي كده اللي نبتدي نفرض القرارات الحاسمة من غير ما هيبتدي حد يعلق عليه يعني احنا كتير بنستورد منتجات من دول شرق أسيا زي الصين وخلافه والهند بتبقى منتجات مش عايزينها مواد دي بلاستيكية بتعمل لبس المنتجات ممكن نصنعها في مصر إن مصر قادر أنها تصنع تلك المنتجات يمكن برضو كان فيه اتجاه أن انت تزود رقع الأرض الزراعية اللي بنزرح فيها حبوب وخلافه عشان بنستوردها فدي كلها إجراءات دي ما بتبباش وردت اللحظة نحن شغالين عليها بقالها سنين علشان تقدر وقت الأزمات تمر عليك الأزمة وعايز أقول برضو أنه مش أول أزمة تمر على الدولة المصرية كأزمة عالمية طبعا أزمات الدخلية عدت منها كتير وعدنا منها في 2011 و13 ومخافحة الإرهاب ولكن حتى احنا زي ما قلت أزمة الأشواء النشأة 2018 عدت على مصر بسلام أزمة الكفيد 2020 وإحنا شوفنا اللي حصل عدت على مصر بسلام وأظن أن الأزمة دي إن شاء الله أكيد يعني الدولة المصرية لديها موارد ولديها الإمكانيات أنها تمر عليها الأزمة دي بسلام ولكن أنا يعني زي ما قلت في كلام من هي الإشعات إشعات ديها الممكن تضر الإشعات أكتر من اللازم والحديث المستمر عن الأمور دي من غير المتخصصين أصبح اللي قريد له كلمتين اللي مع دبلومتين ومع دلهم أو مش مع دلهم بقى يتكلم يعني فيه جوانب فنية أخواننا في الاقتصاد وجوانب فنية وخلفية يعني فيه عدد من الاعتبارات بتتاخد قبل أي قرار أزمة بيمر بها العالم أكيد وإنه مش نتيجة الحرب فقط ولكن نتيجة العقوبات الغربية اللي بين الولايات المتحدة والصين هي أزمة سياسية في البداية وتحولت لحرب اقتصادية بينها وبين الجميع وأصبح الجميع متضرر وإحنا معضل التضخم ليس فقط في مصر ولكن كمان حتى في الاتحاد الأوروبي الأعلى على الإطلاق من 35 سنة الولايات المتحدة 40 سنة وأنا عايز أقول لك حتى أن قادة الرسالات اللي جاء لنا من قادة الاتحاد الأوروبي والرسالات اللي جاء لنا من الولايات المتحدة هم مش عارفين يتعاملوا مع التضخم أن التضخم ده موجود وهيمرره برضو أنا كنت عايز أقول أنه كمان في دول بتسمح بمرور التضخم أو عايزة يكون في تضخم مثلا بتوبها في الكواليس هم عايزين يمرروا التضخم لأن طبعا أنت لما بتمرر التضخم بالدول دي الناتج المحلي الإجمالي بتاعها أو حجم اقتصادها بيزيد بالأسعار الجارية بميساوي تقريبا زيادة التضخم وبالتالي نسبة ديونهم إلى الناتج المحلي بتاعهم بتقل في أيضا دول بتستخدم التضخم علشان تداري بيه مشاكلها الاتصادية دكتور حدريك أشرت منذ قليل لدول منتجة البترول لدول منتجة البترول قررت أنها كمان تتبع قرار البنك الفيدرالي ورفعت لجأت لرفع سهر الفايدة هل هذا القرار هنشوف في الفترة الجاية أنه معظم الدول هتلجأ ليها كمان يتفع سهر الفايدة طبعا بالفعل بس إحنا كان سبق لنا أننا رفعنا سهر الفايدة من بضعة أسابيع سبق لنا إحنا عملين شهادة الدولة المصرية شهادت برضو أنها رفعت عملت شهادة مربوطة 18% آه 18% يعني وما زالت سهر حد الآن يعني يمكن الدولة المصرية تحوطت وقمنا بمجموعة من الإجراءات أن البعض يصور أنه ممكن تحصل الأسبوع اللي جاي إجراءات تاني يعني ما فيش حاجة أكيدة للكلام ده هي كلها تكهنات طبعا دول الخليج رفعت على طول يعني فيه وفيه البنوك المركزية الأوروبية أيضا رفعت يعني زي ما قلت أن البنوك دي بطبة متحوطة خلاص إحنا عارفين ماذا سوف يحدث في الفدرال الأمريكي وبتحاول كل دولة بقدر المستطاع وفقا لمجموعة من الطرق والأسليب آيان كان أنها تحافظ على الرسيد الدولاري اللي موجود لديها وبرضو يعني أنا عايز أقول أن كمان الأزمة دي ممكن تكون سبب أن يتحاول العالم يخرج من الربط بالدولار أن الدولار يبدو أن نعمل المشاكل اللولايات المتحدة بتحل مشاكلها على حسب دول العالم وأن يعني يبدو أن فيه اتجاه أيضا لتنويع المصادر العملات الأجنبية أو الاحتياطي لدى الدول إحنا شوفنا أن مصر اشتري الدهب بتبتدي تنوع وابتدى حتى نسبة الدولار من الاحتياطات النقدية الأغلب الدول يبدو أن تنخفض كانت زمان أو من بضعة سنوات كانت فوق السبعين دلوقتي فوق السبعين في المية دلوقتي بقى تقل من الستين في المية يعني وأظن أن الفترة الجاية كمان يعني هترتب عليها أن يبتدي فيه تنوع البعض يبتدي يستخدم أو يبتدي يعقد اتفاقيات تبادل عملات مع دولة زي الصين زي اليابان وبعدين السيولة الأمريكية أو الطباعة الدولار الأمريكي زادت بشدة فده بينقول لك تضخم وبيعملك مشاكل في دول العالم فإنت لما تنوع يعني أنت من الكفاءة الاقتصادية لما تيجي تدير الاحتياطة النقدة بتاعك تعمل في نوع من نوع التنوع في مكوناته يعني تقلل نسبة الدولار الأمريكي اليورو تستخدم عملات دول أخرى تزود احتياطك من الدهب فيه دي كلها بتبع عامل إيجابية لأنه كمان الدهب أثبت تاريخيا على مرة زمان إنه شعره يزيد فأنت ممكن لما يكون عندك نسبة كبيرة من الدهب في الاحتياطة النقدة بتاعك وأغلب المنوك المركزية في العالم على فكرة الكام سنة الأخيرة بتدري تشتري دهب ده بيخلي أن ممكن الاحتياطة النقدة بتاعك يزيد من غير يعني من غير ما يزيد سيولة ولكن نتيجة ارتفاع حكمة الدهب فقيمة الاحتياطة النقدة بتاعك بتزيد والدهب طبعا معروف إنه هو يعني سريع يعني ممكن تتبيعه في أي وقت أو ملاز آمن آه ملاز آمن فبيخلي نوع من أنواع الصقة في الاحتياطة النقدة بتاعك كلما الاحتياطة النقدة بيزيد عندك فده معناه مؤشر إيجابي وده بيدي نوع من رسالة أريحية إلى الأسواق وبيقلل الربكة وبيقلل الاختلالات بقدر المستطاع اللي ممكن تحدث في سعر صرف العملات طيب دكتور كريم رد حضرتك إيه لأنه زي ما حضرتك قلت أنه على موقع التواصل الاجتماعي لقينا ما شاء الله كله محللين اقتصاديين وخبراء اقتصاديين رد حضرتك إيه على أنه بما أن حضرتك كمان أشرت لشهادة 18% اللي تم إصدارها من شهر تقريبا في ناس بتقول أنه ممكن ده يؤثر على المشروعات إن شاء مشروعات يؤثر على سوق العمل فعايز أعرف من حضرتك ده ردك على الكلام ده إيه وكمان حاجة تانية دلوقتي لو مواطن معه مبلغ من المال مش كبير أو المبلغ ده مثلا إنه هو يعني مبلغ متوسط مش كبير أوي وهو عايز يديره أحسن إدارة وعايز شو يعرف يعمل فيه إيه يعمل إيه يعني علشان نكون منصفين ونتحدث بأمانة سعر الفايدة ده أخواننا برضو عشان نوضح للناس هو أداة لدى البنوك المركزية بتستخدم الهدف معين الاستثناء إنه نرفعه ولكن الطبيعي يكون منخفض إحنا بنرفع في وقت الأزمات الرفع ده استثناء في ظروف معينة زي يكون واحد عيام بيأخذ علاج أنا مش الطبيعة عيش بالعلاجة للعمر ولكن الاستثناء أما كنت عبن أخذ علاج فهو رفع سعر الفايدة في ظروف معينة وعشان كده وقتها قليل الطبيعة هو يكون منخفض ولكن في وقت الاستثناءات في ظروف الاستثناء إحنا بنرفعنا فايدة في ظروف الاستثناء فقط معضل تضخم في أزمة في بتاع فبنمتص السيولة الموجودة للناس برضو علشان نوضح يعني بنقول على التضخم يعني السبب الرئيسي لأموال كتيرة في إيد الناس فلوس سيولة كتير وسلع ومنتجات وخدمات قليلة فبالتالي السلع ومنتجات وخدمات لما تقل بتبتدي الناس تطلب عليها بيزيق في السوق فيبتدي الطلب يتوازن شوية مع العرض ويبتدي الأسعار اسمه كبحة مع التضخم يقل لحد الماء ويحصل فيه نوع من أنواع التوازن ويبتدي الناس اللي عندها فلوس تحافظ عليها يعني كتير يسأل سؤال أنا معي فلوس عايز معي 100 ألف جنيا عايز أحافظ عليه أنا التضخم ضررني فهي يبتدي نقول لك حط الفلوس في البنك بالنسبة للناس اللي ما عندهاش قدر نهدير مشاريع وتعمل ولكن طبعا رفع سعر الفايدة طبعا أكيد بيأثر طبعا أنه بيقلل الاستثمار لوحد عايز يعمل مشروع فبيأخذ قرض فيعمل بمشروع فطبعا تكلفة الكروت بتزيد لما تكلفة الاقتراض وناخد فلوس عمل بمشاريع بتزيد أنا والله عندي مشروع عايزة توسع فأجي أقترد فلاقي فيه مشكلة في الاقتراض أن سعر الاقتراض بيزيد فبيقيدني شوية تمام فهي ده التأثير عليها طبعا المواطنين عندهم يعنيك أكثر من حال اللي مش قادر يا أخواننا الراجل الناس اللي مش قادر تدي المشاريع ولا حاجة تحط فلوسها في الشهادة 18% لكن طبعا أنت عندك ممكن تستثمت في عدد كبير من الاستثمارات عشان كده برضو نزم قلت في داية كلامي الأسهم سوق البورصة المصرية دي مهمة جدا أن هي طبعا في ظل أن أسعار الأسهم المصرية متدنية جدا للمين دول فطبعا اعتبر ملاز للمستثمرين المصريين واللي معاه مبالغ صغيرة وصغر المستثمرين وصغر المدخرين هنا الأسهم يعني بتعتبر ملاز مهم جدا وآمن ومفيد للأفراد ومفيد للاقتصاد الوطني يعني هنا بنقول نعول جدا عن النقطة دي لأن أخواننا برضو إذا لم يتم الاهتمام بالبورصة المصرية بالشكل المطلوب وبنية طب مصدر لجذب مدخرات الأفراد ممكن الناس دي فلوسها إذا ما راحتش للبنوك طبعا هتروح لي الجماعة اللي هم بيوظفوا الأموال وكده وممكن تعمل لنا مشكلة كبيرة جدا كمان لو راحت لي العملات المشفرة العملات المشفرة دلوقتي هي ممنوعة طبعا بحكم القانون وفي عدد كبير من الدول منعها ولكن طبعا أكيد فيه مصريين أكيد بيشتروا تجد فيها لأن الربح اللي بتحققه كبير جدا هي طبعا قانونيا بنرفضها وهي حاجة غير منتجة ومضرة ولكن طبعا انت واتقدرش تمنع حد خاصة ان التعامل دلوقتي بيكون أونلاين وعن طريق الإنترنت والمتاع قانون بيمنحها ولكن انت مش هتقدر تمنع الناس ان هم يحطوا فلوسهم فيها فده يسحب جزء طبعا من مدخرات الأفراد سواء جواب مصر أو برا مصر طيب متى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية دي أزمة مرتبطة بحدث سياسي يعني أنا مش زي الأزمة المالية العالمية كان في رهن عقاري وبتاع ونقدر نحسب إرادات ومصروفات والأزمة جاية منين والفجوة جاية منين دي أزمة سياسية مرتبطة بالحرب الموجودة الروسية الأوكرانية والله في مفاوضات وفي هدنة هتلاقي الأمور تتحسن لا الحرب زادت ودول جديدة دخلت فيه الطرف المعادلة السياسية ودخلت فيه الإسراع والعقوبات زادت هنبصت هنلاقي أن أمد الأزمة هيزيد طبعا برضو نزي ما قلت هي مش الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب الأساسي ولكن العقوبات الاقتصادية اللي فرضاها كان لنا أكتر من أزمة سابقا برضو في آخر 30 سنة وآخر 40 سنة أزمة ارتفاع أسعار البترول في سنة 73 أزمة النفط الأولى برضو تفع سعر البترول بشكل كبير ونقل تضخم لكل دول العالم أزمة النفط السنية 79 والحرب العراقية الإيرانية قللت برضو المعروض من البترول وأيضا أزمة التسعينيات برضو لما حصل أزمة في البترول وحرب الخليج وخلاف وعلى الرغم أن الأزمات دي مقللتش المعروض من البترول بشكل كبير ولكن حالة الهلع والخوف أن طبعا المستثمرين يتأثروا والمضاربات على البترول أنا عايزة أقولك أن البترول ما خفتش إنتاجه على فكرة ولكن المضاربات على البترول وحالة الهلع اللي عند المستثمرين والمضاربين هي اللي رفعت أسعار البترول بشكل كبير على الرغم أن أغلب المضاربين على البترول هم أمريكان وأوروبيين يعني على فكرة فهم الأساس هم جايبين لنا الأزمة زينا دكتور أزمة عالمية ولكن مصر جزء من الاقتصاد العالي بالفعل طول ما نفتح على العالم طول ما أنت بتتأثر صحيح بطبيعة الحال لازم نتأثر لكن قدرة الدولة على تجاوز هذا الأمر هو ده اللي احنا بنعاول عليه خلال الفترة دي وإحنا زي ما حضرتك ذكرت زي ما الدكتور كريم قال إن احنا عدينا بأزمات ومسلة من قبل وقدرين إن شاء الله نحن نعديه احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم العندة أستاذ الاقتصاد ألف شكر لي كيفا أشكر حضرتك شكرا جزيلا